اشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالفوز الجديد الذي حققه فريق قرطبة على لوركا دي بورتيفا في الدوري الإسباني للدرجة الثانية مواري بن سموه عن سعادته في مواصلة الفريق النتائج الإيجابية في ظل الروح العالية التي يتميز بها اللاعبون وحرصهم على تطبيق تعليمات الجهاز الفني بشكل مميز وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن فريق قرطبة يسير في الطريق الصحيح في الدوري الإسباني للدرجة الثانية وهو ما يبعث بالتفاول نحو مواصلة تحقيق رؤية مجلس الإدارة مشيرا سموه إلى أنه حريص على دعم وتشجيع الفريق نحو تحقيق الأهداف وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المتتبع لمسيرة قرطبة في الدوري الإسباني يدرك تماما المستوى التصاعد الذي يقدمه الفريق ووصوله إلى مستوى مميز يساهم في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق متمنين سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في الجولات القادمة